الممثل المغربي ربع القطير فاسا بيل المرميد ابن تازا منها انطلق وعبر نحو الرباط وتكون في المعهد العالي للفن المسرحي وتنشيط الثقافي في نفس الفترة تقريبا عبرت من صفر الصغيرة نحو الرباط لتكون في مجال آخر من تازا ومن صفر نعم المسعد كان معطلا وكان من الضروري الصعود حبر الدرج وهي أفضل الطرق وأسلمها جميل أن يبدأ الإنسان من نقطة البداية والأجمل أن يصنع نفسه بنفسه ربع القطير صنع نفسه بنفسه وله اختياراته وكثير منها يحترم وبعدها يستحق النقاش اليوم سأناقشه بخصوص كثير من اختياراته وهذا لن يغير رأيي في آخر المطاف مشخص مجتهد بين كفاءته في مرات عديدة يتلقى اقتراحات للاشتغال في عدد من الأعمال الأجنبية وإن كان يمنح الأسبقية للأعمال المغربية نقاش اليوم مع ابني تازا